سين هل يجوز خطبة المطلقة أثناء فترة العدة جيم الخطبة إما أن تكون تصريحا أو تعريضا فالتصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح نحو أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك أو يطلب خطبتها صراحة من وليها ونحو ذلك والتعريض هو اللفظ الذي يحتمل الخطبة وغيرها كقول الرجل مثلك يرغب فيها أو إني أبحث عن زوجة أو لعل الله أن يسوق لك خيرا أو رزقا ونحو ذلك ثانيا لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو باء أو في عدة وفاة فإن كانت المرأة معتدة من طلاق الرجعي فلا يجوز التعريض لها بالخطبة لأن الرجعية لا تزال زوجة قال الله تعالى في شأن المطلقة طلاقا رجعيا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فسمى الزوج المطلقة لزوجته طلاقا رجعيا بعلا أي زوجة فكيف يمكن لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها وإن كانت في عدة وفاة أو طلاق ثلاث أو فسخ النكاح لأجل عيب في أحد الزوجين أو لسبب آخر فيجوز التعريض لها بالخطبة ولا يجوز التصريح وقد دل على جواز التعريض هنا قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر